السلام عليكم كيف انتم لبس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شيوت مع ايمان صليوا علينا بك كيفما العداع عندنا بدول فيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم غدي يكونوا فطائر بواح طريقة اللي انا اكيدة غدي تعجبكم فطائر سهلين استراعين جدا في التحضير ديالهم وبواح الحشواء اللي هي الديدة اللي دا والاهم انها بدون لحوم فهذا الفطائر كذلك ما غدي نحتاجوش للفرن غدي نطيبوهم فقط غير في المقلات منزيتش نطول عليكم كتر مدزو نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وكيفما العداف رجا ممتعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج مكونات العجين عند هنا تلتمية وخمسين غرام من الدقيق الابيض ما يعادل ثلاثة ديال الكيسان ونصف من كس ديال العنباء ديال الطحين ضيفت على الدقيق الملح اللي كيبقى على حسب الضوق ملعقة صغيرة من السكر الخشن ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية اي خميرة ديال الخبز او خميرة معجونة هنا عندي ملعقة متوسطة من الزبدة ما يعادل ثلاثين غرام نجمع العجينة ديالي بالماء الدافئة اضفت غير شوية وصفيدة بل جو ساخن كيفما كنعرفوه سنضيف الماء تدريجيا ونجمع العجينة ديالي اندلكا غير شوية اخواتي وثلاثة ديال الدقيق حتى يدخلوا لي المكونات مزيان مع بعضيتهم كيفما غدي تشاهدوا معايا فبالنسبة طبعا للعجينة اذا بغيتو كيميا اللي هي اكتر من الكيميا اللي غدي نحصل عليها انا فمعليكم الا انكم ضعفوا المقادير على حسب الافراد ديال اسرى ديالكم انتوما سافيهنا يا العجينة ديالي بعد ما اه عجنتها شوية كيفما اه دكرت معاكم القوام ديال العجينة خصتكم بحل هيدا ماشي قصحة بزف وماشي خفيفة وكتلتسقنا في يدنا في حل قوام ديال الخبز العادي بالنسبة للكيميا ديال الما فانا اخذت مني بالضبط مياتين ميليليتر ديال الما والا كيماشي شرط اخواتي دائما لماكيبقى على حسب الجودة ديال الدقيق وعلى حسب الكميا ديال الدقيق اللي غدي تستعمل انتوما خليت العجينة ديالي بعد ما غطيتها تركتها جانبا ترتاح وتختامر على ما نحضر الحشوة خديت هنا المقلة ديالي وضعتها على نار متوسطة عمد فيها كيميا من الزيت عندي واح البصلة متوسطة اللي قطعتها عفوان صغيرة واح الحبة من الفلفل الاخضر الحلو طبعا تقدروا تستعملوا اي نوع ديال الفلفل متوفرين عليه قطعته احتوى صغيرة وضفت كيميا ديال الملح الملح كيبقى على حسب الدوقة رأس ملعقة او رشة خفيفة من الفلفل اسود اي لبزار كذلك غادي نضيف رشة خفيفة من الفلفل الاحمر اي بابريكا الفلفل الاحمر اللي استعملت انا عندي حر شوية تقدروا تستعملوا غير فلفل الاحمر اي بابريكا العادية وصافي غادي نخلط الكل جيدا ونخلي هاد الخدر ديالي على نار اللي هي متوسطة ما بغيتش هنا هاد الفلفل والبصل يطيبوا لي طيبة كاملة بغيتهم يطيبوا غير نصطيبة يعني في حالي كان صوتي وهم اصافي غير بحال هاد الشكل هادا صافي واحد ثلاثة ديال دقايق لا اكتر حيت هاد الخدر ديالي وضعت فوح الاناء غد انضيف لها علبتين من التون اي تون اي تون او طون لي استقطرتم الزيت دياله عندي كذلك كيميا من الزيتون الاخضر اللي قطعته احتوى صغير تقدروا تستبلوها بالزيتون الاسود يعني زيتون كحل وعندي هنا يا علبة من الزراء المعلبة بالنسبه لها الدراء اخواتي المعلبة تقدروا ت استغنوا عليها اذا ما كانت يومياتفراتوة او ما كتعجبكمش هنا يا عندي كيميا من الجبن انا استعمل جبن احمر وجبن مضاريله تقدروا تستعملوا اي نوع جبن مضاريلاء أو جبن احمر وهذا الا اجبل كتكون مبشورة تقدروا تستعملوا غير جبن متلتات ديالic ها نتقطعوها قطع صغيرة تعملوا وضيفن الحشوه ديالكم هنا خطوة اختيارية الملعقة لضفت سوستومات الجاهزة تبقى اختيارية تريد تضيفها او تستغنع عليها فقط اضفتها انا باش تعطيني غير واحد اللون من الحشوة ديالي اصافي تركت الحشوة ديالي احتهي جانبا ورجعت دبل العجينة بعد ما ارتحت واختمرت واضعف الحجم دياله كيف ما شاهدت معي كنخويها من ذيك الهواء اللي كيكون فيها غدي نسرح العجينة ديالي لها تشكل هذا فوق سطح العمل فالعجينة ممكن تلتصق مدتشي حاجة في ديك الملعقة ديال الزبدة اللي ضفنا له قسمت العجينة ديالي على هات الشكل هادا وغدي نشكل منهم كويرات بالنسبة للحجم ديال الكويرات كيبقى على حسب الحجم ديال الفطائر كيف بغيتونتما الفطائر واش كبارين بزاف او صغارين او متوسطين كيف ما غدي نحصل عليهم انا انا الحجم ديال الكويرة عملتوا بحال هات الشكل هادا يعني الكمية ديال الدقيق اللي تقسمت معاكم ديال 350 جرام غoine تعطيني 7 ديال الكويرات ففي كل جويرة كان عندي في هات 80 جرام أخوات اللي مهتمين حتى الوزن ديال الكويرة ديال العجين شحال كان فيها صافي غدي نبدأ دباء مباشرة أخواتي غير كان شكل العجينة ديالي لكويرات كان بدأ بأول كويرة شكلت كان سرحها يعني العجينة فقط كترتاح او كتختمر غير المرة الأولى فقط من بعد صافي غير كان شكلوا العجينة ديالنا الكويرات كان سرحوها مباشرة كمية بسيطة ديال الدقيق سوف نحاول نعطي الشكل اللي هو دائري يعني ليس دائرة اللي تكون معوطة مهم غير بحال هيدا كيف ما غدي تشاهدوا معي وصافي صافي غدي نحاول نعوط الدائرة ديالي غير بيدي بحال هيدا أغادي نجيب كمية ديال الماء باش غدي نوضعه في الوسط هاد الدائرة غير باش نخد بالاسبع ديالي ونوضع مجد guild use كيف ما كتوضح لكم الصورة وغادي نطوي او غادي نشد دائرة ديالي باش تصبح لي نصف دائرة ونضغط على خط الملع مدسو الوسط باش تلسق او تفكس العجين مزيان مع بعطيتها ونقطع بالسكين او بهذه الادات اللي كنقطع بها البيتزا ونضغط على ذيك الحشيات مزيان باش العجينة كتلسق مزيان مع بعطيتها وبهايدا كنحصلوا على هاد المتلاتات اللي كنقدروا نحشيهم باي حشوة اخواتي ماشي ضروري اذا ما بغيتوا شي تستعملوا هاد الحشوة اللي يستعملت انا فكيبقى لكم الاختيار كنحل العجينة ديالي بكل سهولة كيف ما كتشاهدوا معي وكن عمار وكندخل الحشوة ديالي حتى الداخل ما تخافوش العجينة ما كتتحلشي من اللي كنضغط عليها مزيان كنكون وضعنا لديك الماء في الحشية ديالي وكنضغط عليها مزيان فما كتتحلشي كيف ما غدي تشاهدوا معي كنضغط مزيان حتى هاد الحشية اخواتي غدي نوضع كمية بسيطة من الماء وغدي نضغط لكي العجينة تفكسها مزيان و لا تتحلل شيء حتى في الطيب انتو ما نحصل على متلتات اللي يأتي و تحفين و مزيونين أخواتي شيء مغايرة و سهل سهل جدا في التحضير فقط يأخذوا مننا الوقت العجينة في الأول تختمر و هذا الجو ساخن لا يأخذ شيء منكم حتى عسرة دقائق بسرعة تختمر العجينة و بسرعة نحضروا هذا الفطائر نكمل بنفس طريقة أخواتي ضروري أخواتي احتهاد الحشية كان هنا بكمية بسيط بالإصبع ديالي من الماء يعني كناخد شويش ديال الماء بالإصبع ديالي و نوضعه على العجين و نضغط غادي نستمر بنفس طريقة حتى تنسى لي الكويرات ديال العجين اللي عندي كاملين فكل كويرا كتعطيني جوج ديال الحبات ديال جوج ديال الفطائر و الحجم ديال الفطائر هنتو ما شاهدتم معي أخواتي لذلك قد لكم في الأول إذا بغيتوا الفطائر ديالكم يجيوكم كبارين على الفطائر اللي حصلت عليهم أنا فمعليكم إلا أنكم تكبروا الكويرا ديال العجين ديالكم اللي تكونوا يكتشكلوا العجينة إلى كويرات عملوا الكويرا اللي هي كبيرة و غادي تحصلوا على فطائر اللي هما كبارين بالنسبة طريقة أخواتي كناخد الماء كنوضعوا حي الخط في الوسط بديك الدائرة ديال العجين كنضغط بالإصبع ديالي مزيان عاد كنقطع بالسكين أو لابديك أداس ديال اللي كنقطع بها البيتزا و كنعمر الحشوة ديالي و كنشك لكيف ما كنصدح لكم الصورة حسب السحلية بعد مسالة الفطائر اللي عندي كاملٍ تسلاتني الحشوة و كذلك العجين يعني جتني حدا قد طافح الحشوة حل العجينة خديت المقلة ديالي كيف ما اذكرت معكم فهاد الفطائر و ما كان حتاجوا شي لهم للفرن ولكن إذا بغيتوا الطيبهم في الفرن فتقدروا الطيبهم في الفرن غير هو أخواتي يستحسن أنكم تدهنوا لوجه ديالهم يعني بصفر بيضاء وترشوهم هيدا يتزينهم بججلان أي حبوب سمسم أو لا حبوب شية ودخلهم من الفران كيجيوت هيدا هيدا غزلا زيونين ومحمرين غير شكل ديالهم كيجي محمر في شكل ما شيف حال هادو ديال المقلة هادو ديال المقلة سهلين في الطياب ديالهم وكيبزر ديال الأخوات يعني كيبغيوا هيدا فطائر اللي يكونوا في المقلات أو وصفات غير في المقلة ما محتاجوش أنهم يطيبون في الفرن فأنتمنى تجربوا هادو الفطائر أنا أكيد سيعجبكم بزاف كيف ما شاهدتم معي اخذت المقلة ديال ودعتها على نار لي هي متوسطة كان دهن بكمية ديال الزيت باش كتعطيني واحد تحميرة ويعني كيجي واحد اللون محمر رائع في هادو الفطائر ومن بعد حتى الوجه ديال الفطائر حتى هو كان دهنوا بالزيت وكان قلبهم بذيك الحشيات ديالهم مرة مرة كم قنضغط عليهم بواحد ملعقة خشبية باش كيتحمرهم زيان حتى مديك سوف نقلبهم ونضغط عليها شوية هادو باش تحمير حتى هي مزيان سوف نستمر بنفس طريقة كنعاود ندهل المقلة اليالي بواحد الكمية بسيطة واحد دهن خفيفة من الزيت قدروا في عوط الزيت تعملوا الزبدة كيبقى لكم الاختيار او انكم مدهنوا شي المقلة اليالكم يعني طيبهم بدون انكم دهنوا بالزيت فكيكون هدا هو الشكل نهائي ديالهم بعد مسالي الطيب ديالهم كاملين كيفما اذكرت معاكم تقدروا الطيبهم في الفرن اذا بغيتو كي يجيو كي يضبوا في الفرن الدادي الحشو كتجي لديدة بزيف وكيفما كنعرفوه في حال هاد الوصفة هادو كي يصلحوا بزيف ده بل الصيف او كالواجبات للعشاء او الخرجات ديالكم صافي الفيديو الاقتراح ديالي اليوم حتى اللي هنا يو كيكون سلا نضربكم موعد حتى الفيديو اللي مجي ان شاء الله طالله اشتركوا في القناة